بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين حينما تحدثت ما تحدثت عن المتفلسف المتطاول على دين الله جودة سعيد جاءت من انتقادات من قلة من الناس الحقيقة قلة قليلة لأن معظم الناس يعلمون حجمه بعض الناس كانوا يتعصبون له بسبب حزبية لأنه ينتسب إلى تيار معين وحتى في وسط حزبه هناك ناس يعني عندهم موضوعية وعندهم يعني عدل في هذا الباب لم يرتضوا يعني مدحى ذلك الرجل بل هناك من سبقني إلى جرحه وبيان ما فيه من فساد في الاعتقاد ولكن الطائفة المغرورة بجودة سعيد وهي قلة قليلة بفضل الله سبحانه وتعالى وإن كان لبعضهم يعني أماكن ربما تكون حساسة ولا سيما في المجال الإعلامي جاءت نعينة سؤال أو اعتراض ليس يعني سؤالا بل هو معترض يقول سلام عليكم هكذا يعني نكرة طبعا ليس هذا والسلام الشرعي الذي أمر الله تعالى به لكن هؤلاء الإخوة معذورون لأنه لا يتعلمون أحكام الفقه لا يتعلمون أحكام الفقه لأن الفقه عندهم هذا فقه حيض ونفاس وفقه أشياء لا تقدم ولا تؤخر فحتى في تسليمه خطأ يقول سلام عليكم ربما واحد منهم اعترض علي بالآية الآية ليس هذا وقت الشرعي قالوا سلاما يعني هذه قصة أخرى موال آخر يعني ربما نتعرض لها في أثناء تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لكن القضية هنا الآن سلام عليكم هل تظن سيدي أن الاهتمام بالتراث والنصوص يعني خلافة الله في الأرض هل الاعتناء بالتفاصيل النسك يغنيكم عن تحقيق ما حققه الغرب من العدالة سؤال لهذا الأخوة إخوانه هذه عينة قلت سنجيب عن هذا بتسجيل مفصل أنتم ماذا حققتم أنتم في حرب مع التراث شيخكم هذا الذي أفضى إلى ما قدم منذ سبعين سنة في حرب مع التراث الإسلامي ماذا قدم أبرز ثمرة من ثماره شحرور هذه ثمرة الله يعني لو كان ثمرة الزقوم لكان تهوى هو الذي أيد شحرور وشجعه على هذا بعض الناس يقول أين الموضوعية عندك كيف تحكم عليه من خلال شحرور أعلن هذا رسميا وشحرور أعلن على صفحته ولم ينبس هؤلاء ببنت شفة ردا على كلام ذلك الضال المبتدع ثم رأينا أكثر من يروج كتب الشحرور أصحاب جودة السعيد أنا رأيتم بعيني هذه الثمر التي وصلتم إليها يعني الغرب حقق العدالة بخلع الحجاب ما لكم كيف تحكمون ما علاقة الحجاب بالحضارة غطاء يضع على الرأس يعني على الرأس المرأة هل هذا يمنعها من الحرية والعدالة التي يعني جاء بها الشرع نهم يمنعها من فريدوم على الطريقة الغربية التي هي المجون تختار من تشاء وكيف ما تشاء عشر عشر وعشرين من الرجال في اليوم الواحد هذا أو تقف على في وسائل الإعلام وتقول هل من مضاجع هذا هذه الحرية نحن لا نعرفها هي حرية شخصية في تلك البلاد ماذا حققتم أنتم؟ جماعة جودة السعيد ماذا حققوا؟ الآن منذ ثلاثة أرباع القرن وأنتم تهدمون التراث الإسلامي وتشككون فيه وتصفونه بأقبح الأوصاف وتسمونه فق الحيض والنفاس ماذا فعلتم؟ أريد النظرية الكاملة المتكاملة التي قدمها جودة السعيد إنسان ثلاثة أرباع القرن يعيش في خرافة اللعنف خرافة واحدة يجعل حياته قائمة عليها هل هذا هو التفكير السليم؟ الاهتمام بالتراث والنصوص يعني خلافة الله في الأرض لا يا أخي علماء الشريعة واجبهم هذا لأن الدين هذا منقول الدين منقول فيجب تحرير نقله هذا واجب والقضايا الثلاثة كما يقرر علماء العقيدة الذين تحاربون كتبهم يقررون أن الأشياء الثلاثة سبل الوصول للمعرفة العقل بالنسبة للقضايا البرهانية والسمع بالنسبة للقضايا النقلية والحس والتجربة بالنسبة للمحسوسات هذا هو التوازن أنتم ماذا قدمتم؟ أريد يتبع جودة السعيد أطباء ومهندسون وصيادلة وطلاب علم شرعي طلاب العلم الشرعي من جماعة جودة السعيد شهادة لله ثم التاريخ هم من أجهل خلق الله ومن أكثرهم رفعا للرأس كما قال المثل القديم يقول إستم في الماء ورأسهم في السماء هذه الشهادة على ما رأيت أين الباقي من هؤلاء؟ ما هي النظريات التي قدموها في مثلا علاج الفيروسات؟ ما هي نظرياتهم في المناعيات مثلا؟ ماذا قدموا للعالم في أزمة كورونا؟ سوى الهجوم والشتائم للتراث الإسلامي؟ هل هذه الطريقة؟ لا أتقنتم فرع المحسوسات كما أتقنوا الغرب الذي تتسعون إلى تقليده؟ ولا أنتم حققتم التراث؟ صرتم مثل الغراب الذي مشى بمشية الحجلة أعجبت مشيتها فحاول أن يمشي بمشية الحجلة بقي دهرا يقلد الحجلة ثم بعد ذلك ملا من مشية الحجلة حاول أن يعود إلى مشية الغراب فنسيها فلا هو غراهب ولا هو حجلة مخانيث الغرب هؤلاء الحقيقة لم يحصلوا ما للغرب من حضارة مادية وما للشرق من علوم إنسانية أين هم الآن؟ فقط في الشتائم؟ هل هذا يغنيكم عن تحقيق ما حققه الغرب من العدالة؟ يا بابا أنت عايش في أي حلم أنت عايش مثل النعامة؟ ألا ترى جميع الحكومات التي تحكم المسلمين هي من الحكومات المعينة من قبل الغرب؟ ألا ترى أن الاستغراب عفواً الاستعمار الفرنسي هو الذي دخل بلادنا وأعاد لها هذه التنظيمات والترتيبات؟ ألا ترى أن خلافة المسلمين أسقطت بقرار من خارج بلادها؟ ألا ترى كل هذه الأشياء؟ طيب النموذج المسيطن في المعارف في البلاد الإسلامية دول ما وراء النهر وما تحت النهر كانت تحت روسيا وتحاكيها سوريا والعراق وليبيا ومصر هذه كانت فترة من فترات واليمن على الطريقة الشيوعية هذه نموذج علماني لا ديني لا يؤمن بالله ولا بالدار الآخرة والمناهج أسست على هذه الطريقة الفريق الآخر من بلاد المسلمين على الطريقة الإمبريالية الرسمالية الأمريكية الأمريكية وهي أيضا علمانية لا تؤمن بالله ولا الدار الآخرة طيب مناهج الدراسة بأيديكم يا أخي ماذا قدمتم لنا؟ نحن يحق لنا أن نحاسبكم ليس أنتم أنتم ومن كان على شاكلتكم ممن يهزئ بالكتب الصفراء وبالتراث الإسلامي هو الحاكم لبلاد المسلمين فماذا قدمتم لها؟ يأتي الأستاذ الجامعي يدرس في أوروبا وفي أمريكا على فكرة هو ملتزم ومتدين ويصلي ويصوم وزوجته محجبة ويعمل في وكالة ناسا إذن لم يمنعه دينه من التقدم المادي حينما عاد إلى بلادكم جعلتم ويهرب منها كل الحكومات التي تتكلمون عنها هذه تطبق طريقة طريقة وسمها له الغرب ليس الشرق يا أخي ومن كان منهم متحضرا يحاول أن يحاكي حقوق الإنسان الغربي لكن مسموح لك في مجال التحرر من دينك فقط ليس مسموحا لك في مجال الفيزياء لماذا يحاربون الباكستان حينما أنتجت القنبلة الذرية لماذا؟ لماذا كل هذا الرعب من باكستان؟ ها؟ لماذا هذا التخوف من مفاعلات إيران النووية بغض النظر عن موقف إيران وموقف من إيران لماذا الغرب لا يرتاح لهذا؟ لماذا؟ ها؟ هذه إيران قامت بنموذج معين نعم مخالف سنتنا وديننا لكن هم يرونه هو الدين ويلتزمون به التزاما كاملا وفي مجال الفيزياء قطعوا شحوطا كبيرا لماذا غربكم المتحضر دمر العراق حينما صار فيها الجامعة المستنصرية وأبحاث الفيزياء ونحوها وتطلعات إلى التقدم في هذا الباب يا أخي عيشوا واقعكم عيشوا واقعكم يعني أضعتهم لنا الدنيا فهل تضيعون لنا الآخرة؟ نحن نبين لنا هذا السمعيات تمام نحررها كما هي العقليات كما هي بقي الحسية تفضلوا الغرب سبقنا في الحسيات أريد ما هي النماذج التي قدمتموها لنا ماذا فعلتم أنتم؟ الغرب حقق العدالة الاعتناء بالتراث نعم يا أخي الاعتناء بالتراث يدلك على حضارة المسلمين السائدة التي كان فيها عدالة فعلا لكن جودة السعيد لا تعجب تلك عدالة لأنه فيها عنف فيها قطعوا لذلك أريحوا أنفسكم من هذا العناء هذه المشكلة مشكلة يعني مخانيث الغرب يعني هواه وعقله وقلبه كله مع الغرب وجسده إسلامي كل حياتي نقد للعلوم الدينية طيب وانبهار بل انبطاح أمام الغرب هذه حالة مرضية هذه يجب أن نتحرر منها يجب أن يكون لنا شخصية مستقلة يا أخي اليابان هذه دولة وثنية يا إليتها تعبد ديدا محترما يعني وثنية تمائم وتولو وكلام فارغ جماعة وبوذيون قطعوا شوطا كبيرا الصين هذه أيضا بوذية قطع الشوطا كبيرا في المادة الهندوس يعبدون البقر والواحد منهم يغتسل ببول البقرة ويتطهر في ماء القذر الغانج وهو أستاذ كبير في الفلك أو في الفيزياء قضية الاعتقاد لا علاقة له بالتطور في المحسوسات لا علاقة له هذه علوم حيادية من أتقنها تقدم فيها أما العدالة تأخذ من القرآن يا أخي لا تأخذ من أمثال شحرور والقرآن فهمه أهله الرأس يكون في العلم فيه فحسب الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم